اعلن زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي فصل النشاط الديني عن السياسي خلال المؤتمر العاشر لحزبه ومن المنتظر أن يجدد أعضاء النهضة ثقتهم في ساعة متأخرة اليوم في الغنوشي وإعادة انتخابه رئيسا للحزب الذي زعمه منذ عام 1981 وقال الغنوشي أنه لم يعد هناك من مبرر لما أسمى الإسلام السياسي في تونس مضحا أن حزبه يتجه للديمقراطية الدينية في إشارة لتجربة الديمقراطية المسيحية في أوروبا يذكر أن حركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي في تونس إلى جانب أحزاب نداء تونس وأفاق والاتحاد الوطني الحر وقد رحب رئيس تونسي البجي قائد السبسي بخطط حركة النهضة فصل نشاطها السياسي عن الديني ونوه السبسي في كلمة أمام مؤتمر النهضة إلى ضرورة وقف احتكار الدين وقال إن النهضة لم تعد حزبا يمثل خطرا على الديمقراطية وتشكل حركة النهضة أكبر قوة في البرلمان بعد أن شهد نداء تونس انشقاق عدد من نوابه وتشغل حاليا تسعة وستين مقعدا معنا من تونس حول هذا الملف الكاتب الصحفي هادي يحمد سيد هادي أهلا بك معنا في الأولى من سكاينيوز العربية كما تبعنا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يؤكد أن الحركة اليوم حريصة على نائب الدين عن المشاكل والمعارك السياسية كيف تنظرون إلى ما تقوم به النهضة اليوم بفصل الدعوي عن السياسي؟ اسمحي لي سيدتي بداية في توطيئة الخبر ورد أن النهضة عزمت أو تعتزم فصل الدين والسياسي وهذا ليس دقيقا تماما يعني ما أرأتيه في الجملة الأخيرة هو فعلا الفصل بين الدعوي والسياسي وأعتقد أن الأمر يختلف جذريا دعنا نوضح سيد هادي ما الفرق بين التعبيرين لتكون الأمور واضحة منذ البداية الفصل بين الدعوي الديني والسياسي كما يعلم المشاهدون سكاينيوز يفضي حتما وضرورة إلى مقولة العلمانية أو العلمانية بحسب تأويلات أخرى أي أن النهضة تتحول إلى حزب مدني ووطني لا يخلط ما بين الديني والسياسي وكما تعلمون هذه أحد معضلات العالم العربي وهو خلط الحركات الإسلامية بين الديني والسياسي فيما يتعلق بالفصل بين الدعوي والسياسي الأمر مختلف يعني الحركة ستحافظ على طبيعتها الإسلامية ومرجعتها الإسلامية كمدافعة عن المشروع الإسلامي ولكنها ستمنح مهمة الدعوة لجمعيات تسميها المجتمع المدني أي أن مهمة نشر الفكر الإسلام السياسي لن تقوم وهذا طبعا حسب ورقات المؤتمر لن يقوم بها حزب حركة النهضة بل ستقوم بها جمعيات مستقلة ولكنها تلتقي في البعد والتوجه الاستراتيجي مع أيديولوجيا هذه الحركة أو هذا الحزب هنا في هذه النقطة بالذات سيد هادي تسأل البعض اليوم عن مدى مصداقية هذا التصريح أو هذا الفصل إن أردنا القول والحزب أصلا مبني على الأدابيات الدينية هل تعتبر أن هذا القسم الذي تسأل اليوم لم يفهم الفرق بين الدعوي والديني؟ يعني خليني أقول بكل صراحة أن هذا الفصل بين الدعوي والسياسي هو فصل إجرائي لن يغير في اعتقادي من الأمر الكثير هذه التجربة على فكرة موجودة في بلدان أخرى يعني طبقها حزب العدالة والتنمية في المغرب في تركيا عقوا وطبقت كذلك في المغرب الأقصى طبعا السياقان مختلفان صحيح يجب أن نعود إلى الخطاب الابتتاحي لرئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي في مؤتمر حركة النهضة عند منصة ويعني خلينا نقول شجع وحمد نواب كتلته ونواب البرلمان على الإبقاء على كون الإسلام المصدر أو خلينا نقول أحد مرتكزات الدولة الحديثة في تونس قرأنا اليوم في صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن الغنوشي قوله لم يعد هناك من مبرر للإسلام السياسي في تونس ما الذي أوصل الغنوشي برأيك سيد هادي للوصول إلى هذا التصريح لنقل بعد 35 سنة تقريبا من الحكم على رأس حزب النهضة يعني حتى لا أستعمل كلمة من الممكن أن تفهم في غير سياقها وهي مقولة الإزدواجية عندما يتكلم بعض قيادات حركة النهضة إلى وسائل الإعلام الغربية يقولون كلاما جميلا مستجيبا للخطاب الدولي يعني مقولة الابتعاد عن الإسلام السياسي لا أعتقد أنها دقيقة في تعبير أو تمشي حركة النهضة من خلال المؤتمر العاشر أعتقد أن هناك مهمة وهناك صندوق أسود تتحاشى حركة النهضة الخوضة في هذا المؤتمر وهو علاقتها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بعد 40 سنة من وجودها إلى اليوم لم نقرأ بيانا واحدا يقطع أو تقطع فيه النهضة مع هذا التنظيم في تنظيم العالمي للإخوان المسلمين كل ذلك سيد هادي ونعلم جيدا أن سيد الشيخ راشد الغنوشي هو عضو في المكتب الوقت قليل الذي يتبقى لكن أود أن أفهم منك أيضا كيف سيؤثر كل ذلك على الحياة السياسية في تونس هذا الفصل لنقر جيد دعيني هنا حتى أختصر الكلام بما أنا الوقت قليل أنا في كل حالات التمشي السياسي لحركة النهضة التمشي التوافقي ساعد على تهدئة الوضع العام في البلاد وإنجاح إلى حد ما الاستثناء التونسي أو التجربة الديمقراطية التونسية أعتقد أن هذا الفصل والذي ما زال يبعث على الشكوك بالنسبة للنخبة التونسية يعني هو خطوة في هذا الطريق أعتقد أن الطريق ما زال طويلا بالنسبة لحركة النهضة للإندماج في المجتمع السياسي التونسي هي قامت بخطوة مهمة وأعتقد أنها في الطريق الصحيح ولكن كما يقولون خطوة الميل تقطع يعني تبدأ بخطوة على الطريق شكرا جزيلا للكاتب الصحفي هادي أحمد على هذه المشاركة من تونس في الأولى شكرا جزيلا لك شكرا